كل بنود الميزانية كتبت بما يتناسب مع الواقع الذي فرضته الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق النووي قبل عدة أشهر يبرز تحدي الحكومة الإيرانية للعقوبات ليس من خلال التصريحات فقط بل يتجلى أيضا في الإجراءات العملية والتدابير المتخدة ضمن خطة شاملة ستؤدي إلى إفشال العقوبات كما يتحدث الرئيس روحاني بكل ثقة الهدف الرئيسي لأمريكا من المؤامرات والعقوبات هو الضغط على الشعب مباشرة لكن هذه العقوبات ستفشل في النهاية وقد نظمنا ميزانية العام المقبل بالتناسب مع العقوبات يحاول روحاني تعزيز القطاع الخاص كخطوة إضافية إلى خطوات مواجهة العقوبات والالتفاف عليها كما يحاول تخفيض الاعتماد على الإرادات النفطية ومشتقات النفط في الميزانية وزيادة 20% على رواتب الموظفين لكن هذا كله لن يبعد الانتقادات عن الحكومة التي يبدو أنها ستكون قاسية بعد خفض الميزانية الدفاعية على نحو كبير لا يمكن أن تمر الميزانية من دون انتقادات إذ يجب خفض الاعتماد على النفط أكثر كما أن زيادة رواتب الموظفين ستزيد الدرائب وهناك نقطة أخرى تتعلق بجدلية أخرى فيما يخص الميزانية الدفاعية المخفضة يعكف البرلمان إذن خلال الأيام والأسابيع المقبلة على دراسة ميزانية الحكومة لكن يبدو أنها لن تمر بسهولة من دون تعديلات ولسيما في بنودها الحساسة تحاول الحكومة جاهدة مواجهة العقوبات الاقتصادية وتخفيض النفقات وهي خطوة مهمة برأي البعض لكن ينبغي أن لا تكون على حساب قطاعات لا يمكن إخفالها في زمن التهديدات العسكرية يقول آخرون من الحمرية طهران الميادين